اتنين كانوا زماي الوولاد دفعة واحدة ومبارك هو اللرشح ابو غزالة للرئيس السادات عشان يبقى مدير مخابرات حربية ثم رئيس اركان ثم وزير دفاع لكن زي ما بنقول مفيش حاجة بتفضل على حالها بعد ساعة من اختيال الرئيس السادات مجلس الوزراء اجتمع بحضور النائب حسني مبارك ووزير الدفاع الفريق ابو غزالة الموضوع الاساسي كان مين هيتولى الرئاسة بحكم الدستور مبارك مفروض يبقى الرئيس لكن بعض الناس كانوا عايزين ابو غزالة الدكتور فؤاد مح الدين نائب رئيس الحكومة والمسؤول الاول عن الحزب الوطني قطع الكلام في الاجتماع وقال الحكومة والحزب ملتزمين بالدستور وبعدين بصل الفريق ابو غزالة وقال له يا فندم مفيش غيرك انت والاخ مبارك وهنا رد ابو غزالة الاخ مبارك وتولى مبارك حكم مصر وفضل ابو غزالة وزير دفاع وترقى لردبة